ومن تونس ينضم إلينا سيد الفاهم بوكدوس الباحث السياسي والاجتماعي سيد الفاهم بداية نريد أن نضع أيدينا عن المسؤول عن هذه الحالة الإنسانية التي وصلت إليها ليبيا هل هي أطراف النزاع القسامة بين الشرق والغرب هل التدخلات الخارجية الميليشيات المسلحة أم المجتمع المدني الذي يقصر في دور ما يجب عليه القيام به من المسؤول هو بالتأكيد المسؤول الرئيسي عن هذا الوضع الصحي والخدمات في ليبيا الغنية مفترض بالنفط أساسا يرجع إلى أزمة هيكلية تتقاطع فيها جميع الأطراف ولعل الإنقسام السياسي والتسلح في ليبيا هو السبب الرئيسي ولكن في النهاية أيضا المجتمع الليبي المدني الليبي الناشاء والهياك الأممية تتحمل مسؤولية كبيرة وكبيرة جدا خاصة أنه طيلة ثماني سنوات الماضية توفرت لديها كمية كبيرة جدا من التمويلات للعمل على هذا المجال كما أن التوصيات الأممية وأوروبية قد عملت على هذا المجال وتمت الموافقة عليه هل لم تصل هذه المساعدات وهذه التمويلات إلى الأيدي الصحيحة وإلى أي مدى أيضا الميليشيات المسلحة وانتشار السلاح كان له دور في توزيع أو سيطرة على هذه التمويلات هو الواضح وهناك أيضا معلمات مؤكدة أن العديد من المؤسسات الخدماتية تم إغلاقها كما سيطرت ميليشيات على مؤسسات أخرى كما أن عملية توزيع مثل هذه الخدمات خاصة المتعلقة بالصحة كان غير متكافئ بالمرة نظرا لسيطرة مجموعات على بقاعة متعددة من ليبيا إذن أزمة السلاح أزمة الميليشيات تقريبا هي أحد الأسباب الحقيقية وخاصة وأنه نحن نعرف أنه في مناطق مثل السيرت والسبها في ظل سيطرة تنظيم الداعش الإرهابي تقريبا تنعدم أي خدمات في هذا المجال كما أن الحرب الأهلية بالضفرين القائمة في طرابلس في ظل سيطرة الميليشيات حقيقة يمنع المئات الألاف من الأطفال أو من الفتيات والنساء وأيضا من المهاجرين والنازحين من تلقي مثل هذه الخدمات يضمن أن لا تتعرض ما تقوم به الأمم المتحدة الآن من دعوة الدول المانحة لتوفير 202 مليون دولار خلال عام 2019 إلى ليبيا بأن لا يتكرر السيناريو مرة أخرى هل هذه المرة هناك ضمانات أو آليات لكي تصل هذه المساعدات إلى الأيدي الصحيحة؟ هو رغم أن المؤشرات في ظاهرها تؤكد أن هناك تسويات في الطريقة تسمع بتحسين جودة هذه الخدمات على غرار ما تم الاتفاق عليه سواء في مؤتمر باريس أو باليرمو الأخير من حيث المصادع على خطة الأمم المتحدة المتعلقة بليبيا في اتجاه مؤتمر عام ينتهي بانتخابين تشريعية ورئاسية ورغم انحصار سيطرة المجموعات الإرهابية في أجزاء صغيرة من سرط السبحة ورغم أيضا موافقة البرلمان الليبي على الأجندة الأسياسية ولكن في واقع الأمر لم يتغير شيء على الساحة ما زالت هناك عملية قتل وعملية اختطاف وعملية سيطرة سيطرة على المقارات السياسية والصحية والإغاثية مما حقيقة يلعد فيها أفاق تحسين الوضع الخدماتي في ليبيا ويجعل المبادرات الإنسانية سواء الأممية أو الأوروبية حبرا على ورق ويبدو أن الدول الجوار وخاصة تونس ومصر قد تلعب دورا أهم وأشد بحكم علاقتها مع العديد الفاعلين السياسيين والعسكريين في ليبيا طيب كيف تقيم دور منظمات المجتمع المدني في ليبيا هل بالفعل تقوم بدور فاعل في ذلك المجال أم أنها تحتاج إلى المزيد من الدفع ومن الذي ربما يشرف على هذه المسألة يعني إدخال هيئات المجتمع الدولي في دمج مع الجهود سواء الجهود الخارجية أو الجهود الداخلية إن كان هناك عبل حفيف طيلة السنوات الماضية في إيجاد أو في نشأة مجتمع مدني ليبي فاعل ولكن نظرا للسياق السياسي والأمني حقيقة فأن هذا المجهد الجمعياتي جديد هو مشهد ضعيف وضعيف جدا وجزء بها هو أحد ملحقات المشهد السياسي والحزبي والمليشيوي في ليبيا مما يجعل حراك مثل هذه الجمعيات والفاعلين محدود جدا ودون وضوح الأفق السياسي الرئاسي والبرلماني في الأسابيع والأشهر القادمة حقيقة فأن المجتمع المدني الليبي قد يكون فاقد لسند حقيقي فعلي للقيام بدوره المناط بعهدته وخاصة الدور الإغاثي والدور الصحي شكرا جزيلا لك من تونس كنت معنا السيد الفاهم بكدوس البحث السياسي والاجتماعي شكرا جزيلا لك